مبارك اسم يسوع لنا فرصة اللخة من بعد ما ناخد تأمل بسيط من كلمة الرب بهذا الوقت نرابطينا نعمة وبالفعل داخلين الى محضرة بكل حب ورعاية وعناية من عنده مستحق كل المجد والكرامة والقدرة خلونا نسكب قلوبنا نصلي من اجل ما يكلم به الرب شعبه بهذا الوقت اطلق هذه الكلمات وقل للرب بالفعل يا رب احنا محتاجين الى كلمة من عندك محتاجين الى مسحة من عندك محتاجين الى قوة من عندك بهذا الوقت القادر يا رب ان تصنع مشيتك في حياتي اله القدوس صلي وعلن دمك على الكلمة على المتكلم وعلى السامع دمك يغطي الجميع ويجعل الجميع تحت الغطاء بالرعاية السماوية اله القدوس شاكريك من اجل وجودك وحضورك في المكان باركنا يا رب بكل بركة روحية من السماويات التي انت تعطيها لشعبك لإسمك نعطي مجدا من الان وإلى الابد امين رب يحفظكم اخونا صفا اليوم وانا صار فترة صفا من جتي كورونا نظر رب ليحسا نعم من ضرب كورونا سلام المسيح سلام المسيح سلام المسيح مشتاقلكم وهوايا أنا فرحان أكون وسط عائلتي هوايا مشتاقلكم هذا المكان هوايا يعني لي هوايا هوايا والناس الموجودين طبعا أنتوا بركة شبيرة صراحة وانهوايا فرحاننا أكون وسطكم اليوم خلينا بالبدال نغمض هم عيوننا كلمة بسيطة قولي يا رب عن اليوم جاي يا رب ما أريد لا أبو لوس ولا أبو لوس أريدك أنت يا رب تعلن يا رب بمجدك يا رب أمنا المشهد أنت يا رب كلمني قول احتياجك لكن أخذ البيض قولي أخذ يسوع كل اليوم باسم يسوع شوف شون احتياجه قولي يا رب أريدك أنت واحدة سألت وإياها التمس يا رب أريد أن أسكن في كلمتك يا رب أريد أريد أكون دائما قريب من قلبك يا رب تكلم يا رب إلى شعبك في اسم يسوع المسيح صلي آمين كيف أنكم زينين آمين صراحة هي الكلمة هي تأمل بس أنا شون مريد تنهزم من الرب شون أنا جاي وراها الفترة وححتي هذا الحتي أنا ما علي الرب قلي يحتي صراحة الكلمة إلي قبل ما لكل واحد آمين خلينا نفتح يعقوب رسالة يعقوب الصحاح الرابع تأمل بسيط وترانين كان إذا يحكي عن القلب شون إن ه قلوب لن لازم تكون ب إيد الراب نفتح رسالة يعقوب الصحاح الرابع ومن عدد أرب 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 يقول أيها الزنات والزواني أما تعلمون إن محبة العالم عداوة لأله فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لأله أما تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الروح الذي حلوان فينا يشتاق إلى الحسد ولكنه يعطي نعمة أعظم لذلك يقول يقاوم الله منه المستكبرين وأما المتواضعون فشنو يعطيهم نعمة فاخضعوا لأله قاوموا إبليس فيحرب منكم اقتربوا لأله فيقترب إليكم نقوا أيديكم أيها الخطاط وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين اكتعبوا ونوحوا وأبكوا ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم اتضعوا قدام الرب فيرفعكم أمين فضلوا اللي أريد أقوله رح تقوله هذا جاي ويحتي تحتي أنا اللي الرب وضع على قلب الكلمة إلي بعدين رح نسعد للأعداد اللي بالبداية من أين الحروب من أين الخصوم الخصومات تعرفون إنه أصعب أنواع الحرب الروحية شنو هي شنو أصعب أنواع الحرب الروحية الذهن بس أكو أصعب منها اللي هي أنت ما تحس إنه أنت تحت حرب روحية أنه تحس الأمور ماشية تمام أنا مقز إنه دائما أنت تكون تحت حرب روحية نو افتهم روحي اللي أريد أو وسط إنه مرات كثيرة أنت تحس إنه أنت لا تكون علاقة أو شركة بالرب وتحس إنه هذا الأمر طبيعي فهذا أصعب أنواع التخدير من إبليس يحسسك أنه الأمور كلها نور العادي لو حتى لم تقرأت كلمة الرب لو حتى لم تصع عندك شركة مع كلمة الرب لمدة طويلة فتحس إنه يالله تسوكي الدنيا ماشية قدامك صحيح لألا هاي من أخطر أنواع الحرب الروحية إنه أنت تحس إنه إنه الأمور ماشية تمام مرأ قسيس قال مثل ما أنسى أبد ما ضفدع تذكر قسيس قال قسيس هكو ضفدع شغله عليش إنه نار هادئ نار بسيطة بس هو ما يحس إنه بقى موجود تحت هاي النار بس نار يعني ما شمع تتعوّد على هذا الدفوف شوية شوية ما يحس إنه ما يصير دائم ينطفي فنفس الشي نحزن الروح اللي داخلنا ويطفى الروح اللي داخلنا من خلال شنو من خلال إنه ما كو علاقة وشركة مع الله والصراحة الآية اللي وقفت يمها وهتأملت بيها كأنه أول مرة أقراها صراحة صريح يعني كون صريح وياكم كأني أول مرة ممكن ما فالنتينا نفتح إنه أما تعلمون إن محبة العالم هي عدو الله فمن أراد أن يكون محبة العالم فتصار شنو عدوا لالله واو آي الآية كأنه أول مرة آني أوقف يمها برغم تقاريها بس صراحة بهذا الوقت لمست قلبي حسيت مرات هواية إحنا نروح بالتيار ومنحس إنه أكو أمور صارت بداخلنا أكو أمور تكونت وأكو البعد صار طبيعي بيننا وبين الله وصرنا إحنا عداء لمنه بسبب محبتنا للعالم وممكن لح تقول لي آني يعني نشكر راب كل شي تمام أريد أقول لكم شي يسوع من شان مو هو وديع متواضع القلب صحيح لو لا بس بس أريد أقول لكم إن شان يشوف في الريسي أو الكتبة شان شي صير ينقلب لوم ينقلب يسوع ها يقول هم أنتم تنقون خارج الكأس أما داخلهم من هذول 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 يعرفون الكتاب التدين العدو الثاني التدين أخطر شي إنه أنه أنت تعرف كل شي أنت كورونا يبعدنا في هذا الزمن في هذا الزمن كورونا يوجد الكثير يوجد الكثير يوجد الكثير يسقطت بسبب ماهو؟ مكان يوجد أساس قوي تبني بيتك على الصخر لا تبني أبل إذا بنيتك على الرمل ماهو الرمل؟ ممكن مشاعر معين أنت تعودت تسمح ترنيمة تحبيتها أحسيت أنت أجواء الروحية مشاعر ونت سمعت وعظة حسيت أنه أنت كتفيت بس تعرف أريد أقول لك شي المشاعر قائد فاشل لكن تابع جيد يعني شنو خلي الرب قال اسلكوا مو بالمشاعر شنو بالروح خلي الروح يقود المشاعر الروح سيجيب المشاعر مو المشاعر سيجيب الروح لأن المشاعر متغيرة اللي أريد أقول الرب يقول أنا أكون عدولي الله بسبب محبتي للعالم أنا ما عرف شنو وين أنت واصل وان كلام إلي أقول لك ممكن أنا افتعد افتعد كلنا محتاجين نراجع أنفسنا وليس نراجع نحاسب أنفسنا نققوا يا ذوي شنو الرب يريد يعرف يتعامل ويانا أنت ويامنو يجيو وقت الرب يقول أنت ويايا لو أنت مو يا أنت بعدك ما مقرر أنت من يا فريق لح تكون لأن المواجهة قربت جدا بين الكنيسة بين العروس وبين أجناد الشر روحية لأن الزمن الرب قريب كل ما يقرب الزمن كل ما المواجهة وكل ما الله يختار رجال يقف في الثغر يقول لك هناك حرب أنت ستكون مستعد أنت تشيل سيفك هو الكلمة وتوقف وتشهد عن كلمة الرب هل إيمانك وإيماني بس على مشاعر لأني موجود أكون مؤثر على هذه الأرض أكون نور وملح على هذه الأرض إذا أنا وإنت ممثّرين بشغلنا ببيتنا بأي مكان نكون يجب نراجع إيماننا أنا آسف أقول لك راجع إيمانك إذا أنت ممؤثر إذا أنت حالك حال البقية هذه مشكلة كبيرة وإذا أنا حالي حال البقية مشكلة كبيرة هل يسوع والكتاب المقدس بالنسبة إلك هو آب ضمن الآبات اللي بالتليفون يعني تنزل هذا الآب لو هي كلمة الله الحية اللي أنا وإنت من غيرها ما نقدر نعيش إذا أنا وإنت اليوم ما قررنا إحنا وإيمانه صعب لح تكون الأزمنة تعرفون شي يقول من أين الحروب من أين الخصومات أليس من لذات تطلبون وتشتهون وتت سور تشتهون مثلا ليش لأن أكو حرب روحية أنت سببها وآني سببها بسبب شنو آآ أبليز دي حاربني بس أكو آية قبلها يقول أخضع لمنو حلو شون نخضع لأ الله ما تقدر تلقي آيات بكيفك وبكيفي يا تاخذ هذا الحب أخضع لأ الله الله قال لك سوي هشكت حب اللي مين حب حب سامح اللي ما يقدر تسامح سامح أخفر اللي تخفر لي مو بكيفي يجب أن أخضع لكلمة الله بدون خضوع لكلمة الله وطاعة كلمة الله آني مهدد أكون تحت قيادة شيطانية لو حتى أنت مؤمن اسمعها الله أنت السلطان لإبليس يشتغل بمكان واحد اللي هو ملكوت الظلمة الظلمة فكل ظلمة بحياتك هي مكان لإبليس يدخل لحياتك هي هاي الثعالب الصغيرة اللي يدمر حياتي وحياتك أنتو يايا أرجع وقول لا تقول ليش ليش دعت حارم راجع نفسك وين أكو أكسز وين أكو مكان يدخل بإبليس وين أكو ظلمة أكو خطيئة معينة أكو محبة عالم بحياتك عدم طاعة بحياتك هاي اللهم المكان الوحيد اللي يعمل به قال أنت سلطان رئيس هذا العالم هاي مكان هاي يعمل به هالله ما موجود طبعا موجود من نحن ندعوه على مدشك لأني دا أمشي بالصحاح بسرعة على مدل الوقت بس دا أمشي ويا كم شوية شوية بالصحاح بأمشي قل نوح وأبكو يعني دقي قلبك اختار أنه اليوم تعبد الرب تكون خاضع لكلمة الله ترانيم كان دير نمها أخويا ما زل قلبي قلبك أين أنا عرف كلنا نعرف هذا حتي بس مو هاي الكنيسة مو هاي العروس اللي ربي ريدها مو هاي العروس الرب اللي حي حارب بيها أبدا العروس يقول عليها بنشيد مرهبة كجيش بألوية طاهرة كالشمس جميلة كالقمر هاي العروس اللي ربي اللي حارب بيها اللي هو دفع ثمن غالي على مود مو بس نجي ونعيش المشاعر ونطفينا بسبب كورونا وابتعدنا عن الكنيسة مو الكنيسة اللي تربطنا الشركة طبعا مهمة كلمة الله اللي تقوينا كلمة الله تصير جسد بحياتك يعني الكلمة تصير يسوع بحياتك ومنه الكلمة يسوع من تصير الكلمة بيسوع اكيد لح تخضع لي الله لأنه ساكن بك ما نقوم إبليس ما نقوم إبليس من إجاب جبل من جرب إبليس جرب الراب جبل تجربة شون جربة كل مرة قل شي مختلف لا أجالب نفس الأسلوب تعرف لماذا لا أجالب نفس الاسلوب لماذا لأن دائما لك شي متغير إبليس يدور على مكان يدخل بي أنا وأنت شون رح نسد كل مداخل ظلمة بحياتنا بطرس من الربش قال لها ذهب عني يا شيطان بطرس نفس اللي قل أنت على هاي الصخرة من كنيست وعلي ماذا بذلك الوقت إبليس ولي تكلم من خلال لأن أكو متكبر بحيات بطرس تعرفون ماذا متكبر كان يحس أنه التلميذ اللي يقول لأني أنت وين ما تروح آني أسوي آني وين ما خليك تروح قل أنت أول واحد ستنكر ني اللي أريد أقول التكبر أكو نوعين من التكبر التكبر اللي هم فريسين اللي تحس أنه أنت ما محتاج لأ الله وكو التكبر ثاني إنه مسكنة تعرف شنو المسكنة يمكن أول مرة تسمعها المسكنة إنه أنت الله انطالك الحقوق وتقول لا أنا ما عايش أنا خيري أنا الحمد الله يعني إذا أجي كنيسة هاي نوع من التكبر تعرف ليش إن الله دا يعرض عليك انطاك السلطان بس انت مقابل هذا السلطان انطاك إنه أنت تكون مؤثر وإنت ما صار مؤثر هذا تكبر على كلمة الله ليش لأن هاي من حقوقك وحقوقي إنه إحنا نعيش مؤثرين وعدنا سلطان نو 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 إحنا موجودين الكنيسة على موجودة تغير هذا العالم داحش كنيسة ما داحش على مبنى داحش كنيسة أنا وأنت على حجارة حية ما عرف شنو العالم اللي بحياتك ما عرف شنو الفتور اللي بحياتي ما عرف صالك شقد ويره بس إذا ما ما عندك شركة الكتاب المقدس ما عرف ما عرف ش ش راح أقول لك رب قال أخضع شون تخضع لازم تعرف الحق لا تقول لي تقرأ أنا أقرأ وليسمع كتاب مقدس كلتنا نقرأ أنا داحش على علاقة حية أنا داحش على الشركة داحش على مقابلات شخصية مع رب أنا داحش ما تعتمد أنت المود ما لقاعد الصبح تقرأ كتاب مقدس أو ما لي واهز تقرأ كتاب مقدس أرجع وقول الله مو يعني مثلا لقاعد لا ما لي واهز يعني أحس أبالك الله متغير أنا مشاعري متغير الله ثابت لا يتغير بالرغم عدم أمالتنا يبقى أمين ولا ينكر نفسه ما يتعامل بردة فعل هذا الحلو بالله ما يسوي ردة فعل أبدا بس يقول إذا أنت وآني من نحب نحب العالم أعداء هذه الكلمة وقفتني معقولة أنا أقول عدولي الله ما تقدري تقول لا أنا سوكي أسوي هذا الأمر أحب أقول لك ما كنت سوكي أكو قداسة وأكو تكريس لا بكيف ولا بكيف مادام اختار الكتاب المقدس مادام اختار أنه أنت تتبع الرب بعد مو بكيف حياتك مو إليك أنا آسف يا نحن بل منه المسيح فأنت بعد مموجود بالصورة المفروض نكون فاهمين هذا أنه قرارك بعد مو بيدك بيد منه بيده هو هو اشتراك من اشترانا يسوع المسيح اشترانا إذن حياتنا بعد مو إحنا مسؤولين عنها يعني شنو مو مسؤولين يعني ما تقول يلا أنا هيت مزاجي ما لا نعيش ليس بعد لأنفسنا بل للذي منه مات قام من أجلنا يوم صوت الرب لأيلي ولأيلي راجع قلبك نقي قلبك ممكن انت تكون سوري تنق زيت يعني شنو تنق زيت يا قديس تنق زيت بس إذا قلبك أنت تسوي هاي الأمور مو بدوافع نقية الله يمتحن قلبك ممكن انت خدمتك ممكن تسوي تبشر ممكن انت بس دوافع غير نقية هاي مرفوضة أمام الله اللي أقل لهم أنا ما أعرفكم اذهبوا عنه يا من ملاعين فعلي الشر اللي أريد أقول الله يريد يمتحن قلبك وانت امتحن قلبك واني امتحن قلبي حاسب نفسك حاسب نفسك هنا وعيش بما يليق للرام آمين آمين دعونا نصلي حليلويا دعونا نوقف ونصلي دعونا نوقف ونصلي حليلويا خلي قدم أوقات توبة للراب قل يا رب يسوع أنا جاي لك اليوم وقل سامحني يا رب نقي قلبي أنا قدامك يا رب حطي دك على قلبك إذا أنت تحب يا رب نقي قلبي كل دوافع غير نقية كل محبة عالم كل أعمال جسد في حياتي يا رب أنت شيلها يا رب أنا جاي يقول لك اليوم محتاج دمك ينقيني محتاج شخصك يملأ حياتي يا رب تعال يا رب محتاج معونة من الروح القدس يا رب خليني أكون في شركة حية فعالة مع كلامتك يا رب أريد أن أتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد يا رب خليني سامحني يا رب كنت متكبر يا رب ممكن يا رب ما عشت الصورة التي ردتها وقلت هذا مؤاني يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب لأنك أنت جعلتني أكون في المرتفعات فقط يا رب خلين يا رب خليني نعيش بالكلمة خليني نعيش تحت المشيئة خليني نعيش صلي 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 من أجل بيتك صلي من أجل أيامك أنت مدعو تكون مؤثر أنت مدعو تكون نور وملح قل يا رب خليني أكون مؤثر بالمكان اللي أنا أكون به يمكن طفيت يا رب نسيت أنه أنا مدعو يا رب نسيت أنه أنا أكون يا رب مؤثر في هذا العالم خليني نكون يا رب لمجدك وامتداد ملكوتك يا رب نصلي نعمة خاصة لكل واحد يا رب نصلي يا رب مجدك يملأ حياتنا وبيوتنا حماية دم كل مؤامرة إبليس فشلها نجح مقاصدك يا رب خلينا نكون يا رب دائما تظهر أنت في أعمالنا وفي حياتنا ويعود المجد كل إليك في اسم يسو المسيح صلي أمين